قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنه في إطار تحسين أوضاع الفلاح المصري وافق الرئيس السيسي على المقترح المقدم من وزير الزراعة خلال الاجتماع الذي عقد بينهما أمس الخميس بشراء الأرز من الفلاحين حيث تم تحديد سعر الطن بـ 2050 جنيها كما وجه الرئيس بتوفير التمويل اللازم لقيام وزارة التموين بشراء المحصول من المزارعين كما أصدر الرئيس تكلفاته بتقديم دعم مالي مباشر لمزارع القطن بواقع 1400 جنيه للفدان مع العمل على التطقيق في آليات الصرف وقيام الفلاح بتسويق المحصول بعد ذلك